اشتركوا في القناة شو يلي بيمنع انه نحقق اهدافنا بين الهدف والحلم شو الفرق شو الفرق الاهداف اول ما نبلش فيهم ما بيكونوا اهداف كل شي بيكونوا انه وش في الثنكينج يعني بيكونوا رغبة او امنية او افكار عندي ايهم براسة او حتى ما الشاعر تخلق جواتي من وراها الافكار اللي براسة بتحفزني ان اخد اكشن او اعمل شغلي بس اذا انا ما عندي خطة عمل واضحة وصريحة لهول الامنيات او الافكار اللي عندي ايهم ما رح اقدر اقول اني رح اوصل لحق اهدافه امنيات او احلام او اهداف كمان اوقات فيهم يكونوا نوع من inspiration نحنا منتأثر يمكن بيحدا او منتأثر بشي موضوع معين او بمهنة معينة ويمكن ما تكون بتليمنا اوقات يعني ممكن كمان يكون هيدا هو السبب يعني شي نحنا منتأثر فيه وخصوص اليوم مع السوشيال ميديا وغيره بس نحنا مش هيدا الشي اللي بيلبق مع شخصيتنا مية بالمية نتحمص ومنحس انه حالنا مندفعين ويلا بدي اعمل هالتغيير وبدي اوصل لهيدا الهدف بس شو المشكلة انه منقرر نعمل هيدا التغيير بشكل جزري يعني انا اليوم بدي اتخلص من عادة عندي ايها وما نحبتها او ما عم بتفيدني بحياتي بدي اتخلص منها شو بقول يلا بدي اغير كل شي بذات الوقت اعتبر حدا نقرر انه انا هالسنة بدي وقف تدخين طب اذا هو بيدخن هالقد كمية بيقدر بليلة ودحاها انه يوقف تدخين ما بيقدر سو بده يعطي حاله مجال ووقت ليقدر تدريجيا يتخلص من هالعادات يلي هو ما عم بيحبه او ما عم بتنفعه بالحياة ليخلق مجال تكريايت سبيس لهال تكريايت سبيس للعادات الجديدة يلي هو حابب يطبقه بحياته ويلتزم فيه اوكي هيدا السبيس هيدا بيكون مساحة للتفكير او مساحة للتخطيط او لشو كله نسوا اول شي بدي كون مدرك بدي كون عند الابيرنس انه انا فيه شي مش ظابط بحياتي انا بدي اغير شي بشوف شو هو هيدا الشي وبشتغلي عليه وبفهم حاله من كل الميلات برجع بحط خطة عمل لا اقدر نفذ هيدا الحلم او هيدا الهدف اللي عنديه وبرجع بكفه اوكي الحلقة والهدف اللي عنديه يمكن يكون تغيير بس يمكن يكون هو استمرارية لشي نحنا نبلشينه يعني يمكن بموظيفة معينة بمهنة معينة نحط هدف انه نحنا نتقدم اكتر لقدام فيه فرق بيناتهم عم نحكي كاتخطيط او بلانينج او هلأ بنحكي شوي كمان عن مراحل العمل ايها اهوان هو بمطلق شغلة او بمطلق هدف نحنا عنديه بحياتنا بريبير بلان ان براكتس يعني بدي حضر بدي حط خطة عمل وبده روح للتنفيذ اي مرحلة هي يعني اهم الشي ما في ولا مرحلة اهم من الثانية لانه ثلاثتهم كتير مهمين بلان بريبير ان براكتس اوكي نحنا لما منحضر شو منحضر لما وي بلان منحضر لشو من خطت لشو ولما منبلش بالتنفيذ كيف بدأ تصير خلينا نحكي عن هالمراحل واحدة واحدة وربع سو نحنا حطينا الهدف اول شي الهدف اللي نحنا بدنا نحطه بده يكون رياليستيك بده يكون هدف واقعي وتاني الشغلة بدنا نعمله انه بدنا نعطي حالنا مجال لنحقق هيدا الهدف اللي عنا ايه ودورين ديستايم من بعد ما حطينا الاكشن بلان او خطة العمل تبعيتنا دايما رح يكون عنا ساتباكس او رح يكون عنا تحديات او اشياء صعبة رح نواجهها خلال هيدا الطريق سو احلى شغلة ممكن فينا نعملها هي انه نذكر حالنا واي ليش انا بدي حقق هيدا الهدف ليه بدي اوصل لهيدا الهدف اللي عندي سو انا وقتا بذكر حالي بالواي او ليش كون عم بحفز حالي وساعد حالي ان اختك اليوم خطوة ورد تانية لأوصل لهدفي اذا اعتبرنا شخص هيدا الاكزامبل كتير شائع اول السنة كلنا منقول بدي بلش سبار وابدي اكل صحي مية بالمية سو كلنا منقول هيدا الشغلة بس انا اذا الواي تبعيت او الليش تبعيت بتختلف عن الليش تبعيتك سو هل انا بدي بلش بالرياضة وبسبار بالجيم والاكل الصحي لانه بدي اضعف هل لانه بدي يكون شخص صحي هل لانه بدي يكون عند كتلة عضلية او لانه بدي اعمل دايت بس لانه بدي ألبس فستان معين بمناسبة معينة وخلصة او لانه I want to impress someone يمكن اوقات بتقول ان انا بدي اعطي impression حلوة للناس او بدي فرج حدا يمكن هيدا الشيء كمان هيدا الشيء بحافظ اوقات كريمة هيدا هو الحافظ ال personal personal motive لألي لأقدر كفي بهيدا ال action plan او الارار اللي اخدته لأوصل الهدف بس اهم شي نعرف يعني نحنا شو بدنا وليه بدنا هيدا الشيء مية بالمية ونكون عم نحكي مثل ما ذكرت باشا واقعيا اشا نقدر نحققها بس تعرف ايديا الماء واوقات بالكوتشنج حتى بصير في امور شوي مغلوطة كنين يعني انه نحنا نقدر نحقق كل شيء نقدر نحنا نحقق كل شيء يعني ال toxic positivity اللي دايما نقولها للكلاينس تابعوه لانه ما في شي دايما زابط ما في شي دايما perfect ما في شي يعني عن جد انه الاحلام ايه حلو الحلم يكون كتير كبير بس انا توصل لهيدا الحلم الكتير كبير بده امره بكذا مرحلة لا اوصل تحقق هيدا الهدف اللي عندي ايه انا يعني مش معقول كون مثلا مغنية يوما ما بحب انا غني كتير بس انه هيدا من المستحيلات انه تصير نسبة للpotential اللي عندي ايه مثلا يعني عن جد في اشياء اوقات ما بنقدر نحنا نحققها منشان هيك يمكن كمان ضروري انه نعرف نلاقي الهدف اللي نحنا رح نقدر نوصله كيف بدنا نلاقي هيدا الشي تحتى هيدا الشي ما يكون عم بيحدلنا طموحاتنا كمان لانه هي سيف زوحدان شوي انه انا بدي لقي هيدا الشي اللي بحبه ويلي بحب اعمله ووصله بس بنفس الوقت بدي اعرف انه هيدا بقدر اوصل وهيدا لا يعني كمان اذا شخص ما انه قادر يكون قوي بالمواد العلمية مش معقول يوصل انه يصير طبيب جراح او غيره هلا هذا الموضوع فينا نترقله من ميتين فينا نفكر بطريقة ايجابية وقول انه انا بال positive thinking وال positive mindset بقدر اقول انه ايه انا عندي let's say skills او عندي knowledge بس بقدر اشتغل على حالي لطورهم ونميهم وفي يقول انه انا ماني شاطرة بال science ولا ممكن اصير طبيبه بس ايه هوني عم نحكي عن two extreme things يعني خير الامور اوسطها دايما احلى شي في اعمله انه لاقي شي او لاقي هدف عن جد بيعنيلي عن جد مهم له الي وعن جد بينفعني او بيزيد مردود ايجابة او اضافة على حياة الشخصية والعملية يعني لازم نقمد شو على الورقة والقلم نكتبه شو نقمد دايما بقول للكلينت ستبقول انه كتبه عن جد على ورقة والقلم شو هنه اهدافكن وشو هنه الاهداف اللي عندكن ياه على المدى الاصير وشو هنه الاهداف على المدى الطويل وكيف فيه هالاهداف وشو كنت اعمل من قبل ما بقى ينفعني وشو لازم مغير وكيف بدي اعمل هيدا التغيير اوكي وجري بلاقي انا الشي اللي بناسبني هيدا اهمة شي الاشي اللي بتحد من تطور الانسان او من الوصول لاهدافه هي اشي بتكون بطبعه او اشي بتكون بالحياة ببعض الاحيان ممكن يكونوا بالطبع وممكن يكونوا من وراء التجارب اللي نحن عشناهم بحياتنا او من وراء الناجحات او الفشل اللي نحن عشناه من قبل وممكن كمان يكونوا من وراء المعتقدات القيدية او اللي نحن نكتسبهم من خلال التربية او المجتمع اللي نحن عايشين فيه سو عنا معتقدات قيدية بتحدنا بطريقة ما ما بتخلينا او ما بتساعدنا انه نوصل لاهدافنا اوكي اول شي بحب ذكر مشاهدينا بانه فيهم يتواصلوا معنا على السفر اربعة ست اربعات اذا بحبوا يطرحوا اي سؤال او يطرحوا هيك يمكن مشكلة هن عندهم اياها او ايا هيك عائقا بيكون بحياتهم الاشياء الكمن يلي بتوقف الناس من انه يتقدموا اخصوصي بلبنان طبعا هي في مشاكل مادية طبعا هي في مشاكل بالقوانين وبغيره وبغيره التأجيل التسويف القصص يلي احنا بتكون مماطلة بطبعنا او انه ايه بعدين او انه بتكل كمان على شخص بتكل على الواسطة بتكل بتكل على كل هولي مشو فينا نحكي عنهم هولي بالكوتشين هلا قلت الشغلة انه بتكل على اشخاص هادي الشغلة فينا انا استعملها لصالحي بطريقة ايجابية مش انه اتكل على حدا بس انا اذا حاسي انه بدي سبورت او دعم او مساعدة من شخص معين اقدر الاجأ لهذا الشخص هذا الشخص بيقدر يكون حدا من عائلتي او حدا صديق مقرب او بيقدر يكون كوتش او حدا مختص لا يساعدني بهذا الشيء وكمان نحنا المشكل اللي منوقع فيها اللي قلتها هي البروكراستنيشن او التأجيل والمماطلة اوكي انا عارفة شو بدي بدي اعمل بي اي اتش دي خلص سنت جاي سيماستر الجاي بتسجل بيضل اجل واجل وهيدا التأجيل اللي انا بعمله عنده كذا كذا سبب سو في ناس بيخافوا يخطو اول خطوة في ناس بيخافوا من الفشل في ناس بيخافوا من الانتقادات في ناس بيخافوا من الججمنت يعني حكم الاخر علي سو كل هول العوامل انا اذا فهمت ليه عم بأجل كمان بكون عم بساعد حالي اني اوصل لهدفي وفي ناس يمكن بكون ناقصهم التحفيز التحفيز اللي ممكن يكون معنوي ممكن يكون مادة يمكن اليوم كمان عنا اذا بنا نرجع هيك نريد دعا كلمة حلوة شخص بوثق فيه يعني انا اليوم اذا بدي اوصل لهدف معين وبعرف انه في حوالي اشخاص سلبيين شو ما تقولي لهم بيلاقوا فيه الشي بشع بتفادى اني اتشارك احلامي او افكاري او اهدافي مع هول الاشخاص يلي ما رح بيحفزوني ولا رح يعطوني الدعم اللي انا عايزته لا اوصل لهيدا الهدف كل ما انتو عاشر اقول لك من انت يعني ادي كمان بما انو عم نحكي عن هالسيركل الاجتماعي اللي حولينا هالدائرة الاجتماعية كمان يمكن اديهم انو نفكر فيها مرتين يعني اليوم الناس اللي نحن حوطينا اذا كنا عايشين مع ناس ناجحين اذا كنا عايشين مع ناس ممكن نحنا نتمتل فيهم بمحلات معينة نحنا نقدر نشوف كمان الخطوات اللي هني عملوها لحتى يوصلوا لاهدافهم قدي بيساعد هيدا الموضوع كمان وقدي نحنا مقدر نكتسب من خبرات الاخر هيدا الشي من اهم الاشياء الي شخص اذا كان ايجابي او عنده positive mindset انو يعملها انو يشوف حواليه الاشخاص الناجحين والبارعين بمجالاتهم ان كان الحياة الشخصية او العملية يتعلم منهم يحفز حالهم من نرجحاتهم ليوصل لاهدافهم التحفيز كمان ارجع لهيدا الموضوع اول الشي لتحفيز المادة يمكن انو اليوم انا اذا وصلت انو كون مدير بانك هلا اللي هقول شو ما كان او مدير بدولة دائرة بالدولة اليوم 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 حاليا بلبنان هيدا الشي ما بيحفز يعني الا التايتل طبعه لانو ماديا هيدا الشي ما عم بيكون مربح يعني قدي موضوع المادة بيكون عن جد عم بيقنا وقدي موضوع الوقت يعني اليوم خلينا اعطي مثل عن ام قررت انو يكون عنده هدف او توصل لمهنة معينة او توصل لشغلة معين هي بدي ايه وقتها كمان ما بيسمح له شو فينا نشتغل على هول الاثنين كرمال الام او كرمال الاشخاص اللي لاتساي عندهم سكاجول مليان معبا عندها ابنة عندها ولادها بيتها شغلة اهدافها عندها زيتها هي كيان she's a private entity لحالة سو فيها تقدي فيها تعمل او توصل للاهداف اللي بدي ايها من خلال ال self management وال time management هولي tools او ادوات فينا نحنا نستعملن لعنجد نوصل لاهدافنا فيها تكون كمان انو ايه بفهم في شي اسمه مالتي تاسكنج انا ام بدي لحق على كل شي بس بدي كون عم بحط سكاجول لحالة واذا بحط هيدا السكاجول وبالتزم فيه عن جد انو بتطلح وليك بتلاقي انو هي ام وبتشتغل وعندها حياة اجتماعية وبتهتم بعيلتها وبتهتم بحالة وعندها اصحابها so if i can do it you can do it اكيد so this is it وكمان فينا نكون عم نشتغل على حالنا كمثل ادارة ذات معينة انو self management انا هيدا حياتي والوقت انا عندي so بدير حالي وبدي علم حالي كمان انو قول لا على اشياء انو حط boundaries او حط اولوياتي كمانا وحط prioritization كارين درماسسيون مدربة شكرا كتير لقاليك هودول الريماندر لكل الناس وبكل المجالات على كل الاحوال اهلا وسهلا فيك رح ناخد وقفة ومنرجع اشتركوا في القناة